السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم وحبيبكم هيب الصرفاندي من قناة ايهاب تيفي كيف حالكو ان شاء الله بخير ان شاء الله وسطين اليوم بدنا نيجي نشوف مع بعض مشغل التطبيقات الجديد هذا مشغل التطبيقات الجديد اللي هو طبعا هيكون عواجه 13 في اللي هو الاجهزة المتوسطة وفي الاجهزة اللي مش متوسطة الاجهزة العالية شوي في عندنا هنا جبت لكم خمس اجهزة الخمس اجهزة هذول عشان او رجيك في هنا الاجهزة المتوسطة اللي هي متوسطة اللي اقل من شوي متوسطة يقول الاقتصادية مثلا الها مشغل تطبيقات مع الانيميشن الحركة والعالي ايضا مع الانيميشن هنقدر نشغل الانيميشن في الاجهزة العالية والاجهزة كمان اللي هو الاقتصادية والمتوسطة كل الاجهزة هنا معنا اول حاجة لو جينا على الريدمي نوت 8 عليها هي مشغل التطبيقات اللي انتو شايفينه وهي عنا اللي هو الريدمي نوت تمانية تسعة كمان مشغل التطبيقات نفسه وهنا عندنا عشرة مشغل التطبيقات نفسه وهنا عندنا نوت عشرة برو مشغل التطبيقات اللي موجود على نفس الجهاز اللي جنبه. اذا في عنا هنا مشغل تطبيقات زي بعض اتنين هنا هاي هم لونهم ازرق وهنا تلاتة لونهم احمر زي بعض. هذي الاجهزة الاقتصادية بتقدروا تقول يعني النوت تمانية النوت سبعة هنا الريدمي تسعة الريدمي عشرة هنا مثلا الريدمي نوت عشرة برو الريدمي نوت عشرة برو اطلع شوي هذا بيجي هان معنا مع الانميشن شغل ونشوف مع بعض كيف هذا اللي هو مشغل التطبيقات الجديد لا تنسى الدعم بالاعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلاك كل جديد يا حبيب وتكون من يقريب. الان لو جينا للمشغل التطبيقات اللي موجود معنا هان عشان انا اورجيك الاختلاف كمان بين مشغل التطبيقات لما يكون ولما ما يكون. هاي نيجي هانا للتلات اجهزة هدول زي بعض. عنا اللي هو نفس مشغل التطبيقات على الاجهزة التلاتة هدول. هانا الريدمي زي ما حكت لك الريدمي الو التمانية. هاي مشغل التطبيقات مع الانميشن شغل. تمام? والمشغل الممتاز يعني فيش في يعني اي اشي زي ما انتم شايفين. المشغل الممتاز فيش في مشاكل فيش في اي حاجة. تمام. لو اجينا لمشغل التطبيقات شغل فيه صح تمام تمام لو اجينا ما عملنا زي هيك وقلنا تعال يأدار التطبيقات وكتبنا هنا مشغل التطبيقات خلينا نطلع هاي مشغل التطبيقات واجينا بدينا نعمل الغاء تثبيت هاي الغاء التثبيت لمشغل التطبيقات اللي انا حاطه بدي اشوف هل يضاله في النوت تماني شغال ولا لا هاي نطلعنا من اللي هو الجهاز خليه يشتغل شوي ونيجي الان نشوف هل الانيميشن ضاله يشغال ولا ذهب ولم يعود لا ان شاء الله يعود تمام كيف صار هيك الانيميشن اش صار فيه الجهاز بطل فيه تمام ها طلع كيف اش انايميشن صار فيه الانيميشن راح فيه صار يضره في منطقة تانية تمام نفس الاشي هنا يعني الانا هذا مشغل التطبيقات بيشغل معك الانيميشن وممتاز هنا الردم تسعة نفس الاشي لا الردم تسعة غير الردم تسعة معانا شغال الف الالف الانيميشن وضعه تمام التمام وضعه تمام التمام خلينا نشوف على الجهاز اللي بعده اللي هذا طبعا نفس الاشي اللي هو ردم عشرة هذا ردم عشرة نفس الاشي مشغل التطبيقات بيعمل الانيميشن نفس الحركة خلصت منهم الثلاثة هدول اذا هدول مشغل التطبيقات احطلكم اياه وان شاء الله اللي هم لحالهم نيجي هنا لالجهاز اللي هنا انا النوت عشرة برو لو جينا مشغل التطبيقات تابعه عادي جدا ان ايميشن شغال ووضعه تمام التمام وحلو وسريع وكويس هنا نفس الاشي جينا الجهاز هذا نقربه شوه عليكو مشغل التطبيقات نفس اللي موجودها طبعا الانيميشن شغال هايو شغال في جهاز هذا الوانيمينس تي ويتينتي برو شغاله بشكل سلس جدا جدا لانه الجهاز هذا اصلا بيكون معنى اللي هو نظام اللي هو مشغل التطبيقات الى حركة تابعته اللي هو عندك بي حركة هنا وفي حركة هنا وفي حركة في الطقس وفي حركة في المعرض وهكذا وهي تطبيق اللي هو Lewis فبالتالي يعني هنا مشغل تطبيقات اللي موجود مشغلي كويس مشغل يعني هو بنقدر نقول عنه الفة هيو هيو مشغل الفة كمان هيو مشغل التطبيقات. وهيه مشغل اللي هو الالفة. وهي رقم المشغل الموجود معنا هنا. وهي مرقم المشغل التاني اللي موجود معنا في الاجهزة الاخرى. هي مسلا هادي جهاز الريد مية عشرة خلين نكتب مشغل التطبيقات وهي مشغل التطبيقات. الرقم التاني اللي موجود معنا هايه وكمان. هنيجي الان اه حطوكم طبعا في صندق الوصف فهتنزلوهم. اه هيكون طبعا التنزيل طبيعي يجي التنزيل Κ 사람이 مر بarson و 이게 خارجة للمواسطة بعدين بحولنا عالتليقرام بننزلهم تنقر عليه بننزل له حاله الان في عنا شغلة اللي هو بوكولانشار خلينا نشوف فيه كمان لدينا بوكو لانشار جديد كمان هنشوفوها الان قبل ماورجيكي بوكو و يتطلع معي هايهه كمان النوت سبعة شايفين هاي النوت سبعة معي النوت سبعة هيو يوشغل فينفس اللي هو الجهاز بنفس اللي هو مشغلة وهي عنا اللي هو جهاز بوكو بالاسم لجهاز уститьبوكو على اللي هو البوكو لانشر الجديد والبوكو لانشر الجديد كويس ولكن احنا بنقدر نقول انه الاجهزة اللي موجودة هي السيستم لانشر افضل يعني دائما بلاحظ انه سيستم لانشر يكون اسرع وافضل من اللي هو البوكو لانشر بالنسبة لامبيلات اللي هو شاومي. طبعا ايه هي شغال تماما. وفيش فيه تعليق فيش فيه اي حاجة ولكن زي ما انتا تشايف ما فيه مثل اللي هو او اسرم لانشر. اذا. اللي هو اسمه خلينا نجي نشوف شو اسمه هان او رقمه. بوكو طبعا بتنزله عادي بباب الدكية بتعمل هاي بتعمل الغاء تحديس لو ما بدك اياه. وهي عندنا اللي هو البوكو لانشار الجديد وهي الرقم الجديد اللي هنحطه على جهزتنا ان شاء الله. وهذا اللي موجود الان اللي هو الاصدار تجريبي لحتى الان. فبالتالي انت بتقدر تحطه وانه هنا بتقدر تشيله ما في مشكلة بتعمل الغاء تحديس بان Шل. هاي هو هيك بدك تشيله بتعمل زي هيك نعيد تانية وتعمل زي هيك وبتجعل التطبيقات وعظة التطبيقات وبتبحس هنا اللي هو بوكو او مشغلل التطبيقات في نفس الاشي وبتعمل اللي هو الغاء التسبيت في المنطقها هذه اهلا الغاي بتعمل لك الغاء التسبيت وهي ما بيحدث اي حاجة ولا بروح من عندك اي حاجة في اللي هو اجهاز. بالنسبة للان collapsed. الانيشن شغال موجودة هي في الحركة هذي موجودة في اللي هو مشغل التطبيقات كمان موجودة كمان الانيميشن هاد والحركة هاد موجودة. وكمان عندنا هانا الانيميشن اللي هو الام ايو اي تلتطاعش مع الو اندرويد اتناعش هيجي بدل الحركة هاده. اللي هي الحركة اللي هي زي المستطيل واطرافه اللي هو دوائر وهانا هيكون اللي هو في هذا مشغل التطبيقات. اه كمان ايش فيه كمان زيادة. تقريبا هذا اللي موجود الان حاليا. وسلس كن بعطيك يعني حركة وتقريبا ما فيش يلاقي فيه بالمرة. انا الان بحكي عن مشغل التطبيقات. البوكل اللي انشر فيها وها. فلكن المشغل افضل منه بكتير. وكمان حركة الانيميشن اللي موجودة في اللي هو ايقونة التطبيقات لو انا بدي احدف الايقونات تاعته التطبيقات. لو جينا نشوف هاي مسلا لو بدي اجي احدف هدول. هل انه موجود في اللي هو الانيميشن هاي بتطلع معي هان. وهي عنا الحدف الانيميشن موجود ولوز اللوز. طب نشوف موجود مسلا في الريد منو التمانية. الريد منو التمانية على ما اعتقد كمان موجود فيه. تمام التمام موجود فيه. طب نشوف في الريدمي تسعة. نجرب نشوف في الريدمي تسعة. موجود فيه. الانيميشن هادا. ها. وهي هدف. اذا الانيميشن شغال على جميع الاطراف سواء في الاجهزة الاقتصادية في الاجهزة المتوسطة في الاجهزة العالية. اذا هدول مشغلات تطبيقات منتزاة جدا جدا. طب نجرب مسلا البوكولانشر نشوف البوكولانشر هل بعمل كلام هذا ولا لا. نيجي للبوكولانشر. حددهم مسلا ان لك تحدفهم. ما فيش عنا انا مش شافي اللي هو كلمة حدف انه بيعمل عملية اللي هو الانيميشن. في عنا اللي هي عملية الازالة. او بدك تعملهم نظام مجموعة. فقط لغير. مش موجود فيه. ان شاء الله كل فيديو اعجبكم. تنزل في صندوق الوصف. بتلاقي كل شي موجود. وبتنزلهم ان شاء الله بتستمتع فيهم. لا تنسى الدعم بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تفعل الجرس يا حبيب. عشان يصل لك كل جديد. ونلتقي في فير جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.